ولأن ملف تظاهر والاحتجاج السلمي كان عنوانا بارزا في نشاطات بعثة يونامي في العراق فان رئيسة البعثة جينين بلاسخارت تستطلع آراء السياسيين وصنع القرار بخريطة الطريق الأخيرة للحل قبل مداخلة لها عن الواقع العراقي أمام مجلس الأمن خلال أيام واتفقت بلاسخارت مع المسؤولين بأن الخروج من الأزمة السياسية يمر عبر الحوار البناء الذي يأخذ بالاحتبار التحديات الجسيمة التي تواجه البلاد إلى جانب تلبية الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها حسم رئاستي الجمهورية والحكومة وحسب البسبوع به من تفاهمات سياسية بعيدا عن العنف وتصعيد وإرباك الوضع الأمني والمجتمعي بشكل خاص ولأن العقدة أصبحت داخل البيت الكردي فقد تباحثت بلاسخارت مع الرئيس صالح بالبدائل المتوقعة خاصة بعد عودة الأمور إلى نقطة الصفر مجددا بترجيح الذهاب بمرشحين إلى جلسة البرلمان المقبلة حسب ما يرجح القياد في الاتحاد الوطني غياث السورجي